مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفان إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجومة في أم ونجومة في أم تي في انتو لسه بتسمعوا فان إمام ويوسف التهامي في عيش صباحك على نجومة في أم ونجومة في أم تي في ومعنا النهاردة بقى ممثل مصري شاب اتخرج من كلية هندسة ودخل عالم التمثيل عشان يكمل مسيرة جده العظيمة بدايته كانت في مسلسل الأب الروحي وبعد كده بقى شارك في أعمال درامية مشهورة كتير زي مسلسل كلبش تلاتة ومسلسل الأب الروحي الجزء التاني وكارمن وقيد عائلي وللأ مسلسلات تانية كتير دفنا النهاردة اللي مشرفنا ومنورنا هو عمر الشناوي طبعا حفيد الفنان العظيم الراحي الكمال الشناوي صباح الفل يا عمر صباح النور عليك الأخبار الحمد لله زي الفل على فكرة يعني أنا اللي متنور بيكو ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك عايزين بقى نتكلم في الأول كده إحنا الأول مسحيينك مخصوص فإيه عايزين نبتدي واحدة واحدة سؤال بسيط جداً كلمنا عن بدايتك شفت قد دي بسيط ده ده واسع جداً السؤال بداياتي بداياتي كانت كانت قاعدة أنا وصحابي وبعدين واحد صاحبي قال لي ما تيجي ناخد ورش التمثيل هو كان نفسه يمثل وقال لي يلا ناخد ورش التمثيل أنت جدك كان ممثل ومش عارف إيه وبتعوي يلا وتعيد أمجاد جدك قلت له أنا مش عاوز أمثل أنا مهندس وعندي مكتبي وعندي حياتي ما كانتش في دماغي خلص موضوع التمثيل ده قال لي طب تعالي معي شجعني ونروح مع بعض وكده قلت له طب خلاص يلا أنا بحب أجرب أي حاجة جديدة فروحت أخدت ورش التمثيل عدت فيها يمكن كالثلاث شهور خلصتها حسيت أن أنا مرة واحدة حاجة نورت كده جوايا عارفها أنا أنا بني قدم عماتها منطوي شوية ما بتكلمش مع الناس بسهولة يعني ما باخدش على الناس صعب قوي بقى أن تقفي قدام ناس ما تعرفيهمش تتلعي مشاعر وتمثلي وتتخنقي وتعياطي فالموضوع كان بالنسبة لي اكتشم في نفسك حاجات جديدة فمرة واحدة فكيت كده حسيت أن في حاجة جوايا نورت هي كلمة نورت فامبسط بس ما بقيتش عارف أنا هروح من ده على فين يعني أنا مش عاوزة ما كنتش عاوزة روح بقى أعمل وكاستنج ايجنتز ومش عارف ايه وكده حسيت أن الموضوع هيبقى تقيل علي في السن اللي أنا كنت فيه يعني يمكن مسلا وأنا صغير شوية كنت ممكن ده كان بالنسبة لي هيبعادي بعد مسلا يمكن أربع شهور من مخلصة الورشة لقيت مدرب التمثيل اللي كان بيمراني اسمه لوك لانر كلمني في التليفون قال لي أنا عاوزك تبعاتلي سور ليك عشان أنا هرشحك المسلسل هو اللي كان ماسك بتاعه فقلت له اوكي خدت سالفي بالتليفون وروح تبعتها له قال لي ايه ده ايه ده قلت له اشتريلي السهل تعاوز صور يعني تعاوز صور اهي ديك اه فرح يلي لا 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 انا عاوز صور ومش عارف ايه وبتاع ده حاجة مهمة ابعتلي صور كلمت باحد صاحبي يلا تعال نتصور الجليل بيت صورنا بعتني صور قال لي كده تمام بالزبط كانت نص ساعة من بعد رمي بعتت الصور لقيت اه كان ايا رقوف الله يرحمها اه كانت مديرة مكتب اه استاذ زيمون ار في فنون مصر كلمتني في التليفون استاذ زيمون محتاج دلوقتي فقلت له هت دلوقتي حالا قلت له انا في الجيم وما معيش هدوم وعرقان ويعني قلت لي حالا تكون عندنا قلت خلاص ماشي هروح دخلت مكتب فنون مصر لقيت ناس كتيرة جدا بقى رايحين يعملوا كاستنج الناس كلها لابسة وشعرهم متساوي وانا داخل بشورت وتيشورت كات وعرقان ويعني منظر ما يصرش خالص اه وقفت طبعا الناس ببصري بصت اللي هو ايه انت جاي تعمل ايه فالمهم دخلت قبلت استاذري ماما ار قعدنا نتكلم حكالي قصة مسلسل الاب الروحي وقال لي ان هما بيقدموا ستاشر وجه جديد بس الموضوع مش بالسهولة دي انتوا هتخشوا اه ورشة تمثيل لمدة تلات شهور هنعمل لكو بعد الورشة التمثيل دي كاستنج ونشوف مين فيكو هينجح فاحنا دخلنا كنا ستة وتلاتين شخص اللي هما نقوهم من الصور ما يعرفوش احنا كتمثيلنا عامل ازاي نقوا ستة وتلاتين واحد ودخلوهم ورشة تمثيل كان مع رامي جيندي اعادنا في ورشة تمثيل دي تلات شهور تانين وبعدين اتعمل لنا ري كاستنج كان وقتها بقى المخرج بيتر ميمي هو اللي بيختار الممثلين طبعا مع الشركة الانتاج واختاروا المفروض كانوا هيختاروا ستتاشر وجه من الورشة اختاروا اتناشر وجابوا اربعة علينا زيادة فانا كنت منهم ده بالحظ يعني يعني انت استنيت قاعدة مع صحابك وانت جدك الفنين انت بتقول انا مركزتش قوي انك كان جدي ممثل لا جدك ما كانش ممثل كان جدك عظيم جدك ممثل مركزتش قوي يعني انت سقطت كل ده وسط النيت قاعدة مع صحابك عشان حد يقول لك ما تيجي نروح نجرب ورشة تمثيل جدك ما شجعكش خالص ان انت تخش على متل الفن نعمة هو جدي ما كانش من الناس اللي بيخلي اللي بيفرد على حد حاجة لو انت عاوزت اعملها اعملها وعملها بنفسك مش انا هساعدك يعني هو ما كانش عنده فكرة اه ما كانش عنده فكرة خالص ان ازق حد ان هو يعمل حاجة او ان انا اتوسط له وكده عاوز تعملها اتصرف وصل لها وكان دايما يحكي لي على طريقة نجاحه هو وازاي هو وصل ان هو بقى ممثل وما كانتش سهلة بالنسباله يعني هي جت بوقت فهو كان دايما حتى مع والدي والدي كان مهندس وعمره مثلا ما يكلم له وحد قال له طب خليه يعمل لك حاجة طب شغله طب لأ بنفسك عيش مع نفسك وحياته معنا كان كده يعني هو كل واحد بيبني مستقبله بطريقته بمجهوده بنجاحه مالوش دعوة بقى انت نجحت ما نجحتش دي مسؤوليتك انت شخصية مش عليه ان هو يعملها لنها بس حتى ما اقترحش عليك اللي هو بقول لك يا عمر ما تجربتش تمثل كده هو في اخر خمس سنين قبل ما يتوفى كان ابتدى بيجس نبدي يعني هو ما قليش صراحة مثل بس كان مثلا يبعتني استلم مكان وجايزة ويجي يقول لي ها عجبك الجو تحس ان انت يعجبك ان انت تكون في جو التمثيل فكنت بقول له اه لطيف جدا وكده ومش عارف ايه بس انا ما كنتش بدور على ده كنت خلاص بشتغل يعني عندي حياة فما كنتش بدور عليها وبعدين كان الكلمة اللي كان بيقول هالي على طول انت بتفكرني بنفسي وانا صغير يعني دي كان كلمة فعلا دايما بيقول هالي بيقول لي انت الوحيد اللي بحسه انا وانا صغير بس برضو ما فهمتهاش على انها كتمثيل وكزا مرة مسلا نكون قاعدين في قاعدة يكون هو بمسلا بيمضي فيلم او حاجة كده كان كنت على طول بروح معاه حتى كتير فمسلا يروح بيمضي فيلم فابع معاه فالمنتج يقول له طب ما تيجي ناخد عمر يمثل معا في الروح باساسي يقول لي ها عاوز فما يعني ما كنتش بابعارف انا عاوز ولا لأ فكنت برد بقول له لا 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 فيقول لي طب خلاص مش مشكلة بس وبتقفل عليك ولا بيكبرني ولا بيحاول يشجعني ليه ولا بيدخل الفكرة حتى في دماغك هو بيستشعر كده هل انا اوكي ولا لا لو مش اوكي خلاص يا ما فيش موضوع يعني طب احنا عايزين بردو بقى انت كنت لسه بتحكيلنا عن بدايتك قبل ما تكون مهندس كمان والدك كان يعني اتوصى بالجامد انا والدي بقى كان شخصية تانية خالص انا والدي كان يعني بيحب يمرمطني بمنطق ان انا هسترجل يعني هو ده كان المنطق وقال ده رجال كتير مصريين كده يعني بيبصوا لولادهم الولاد اللي هو انت لازم تتعذب في الدنيا عشان تسترجل فأنا والدي كان مهندس ومقاول فكان عنده دايما يعني مشاريع بيشغل فيها ففي الصيف كان الطبيعي اجسس الصيف يعني العيال بتنبسط وتخرج وتبتع انا كنت بروح مع ابويا الموقع وكان هو بيقول لي بقى انت هتعيش معايا تلت شهور الصيف في الموقع بتلف على الاعمال اللي بتتم في الموقع يعني مثلا انا اشتغلت مع السباك واشتغلت مع كهربائي واشتغلت مع موبايد محارة واشتغلت مع بنا اشتغلت مع كل دول صبي في الصيف فاحنا كنت بروح النهاردة انا مع موبايد المحارة فبيعلمني بقى اعمل خلطة الاسمنت ونعمل ازاي ونمحر ازاي القصة كلها وبعد كده مع المبايد ومع النقاش كله هي كلها رملة بس من غير بحر يعني سواء السفينة او السفينة بس كان بتبقى لذيزة بقى كان ساعد بيشتغل في شرم الشيخ فروح اقعد شوية فشارم الشيخ من الصبح لحد الساعة ستة بنبقى في الموقع بعد بقى ستة بنخرج بقى اوه يعني كان بتبقى فيها برضو ايام لطيفة بس فادك كمهندس الموضوع ده ان انت يعني شفت كل تفصيلة انت بتبقى المفروض مسؤول عنها اه فادتني اه بس انا انا ما اشتغلتش مع اوان انا بشتغل ديزاينر يعني بقيت في حتة تانية شوية فهمت شوية هي بتتعمل ازاي بس انت في الجزء بتاع التصميم اكتر اه وبعد كده جات لي فترة بقى وانا في الجامعة سفرت بره عدت تلت شهور الصيف بشتغل هناك كنت شغال صابي مبلط هناك في استراليا اه وانا قررت ان انا اعمل الموضوع ده عشان اعود نفسي على فكرة ان انا عايش مسؤول عن نفسي تماما فانا اشتغلت تلت شهور الصيف انا اللي مؤجر الشقة اللي انا عايش فيها وانا اللي بصرف على نفسي من اولها الاخرها اه وكانت اكسبينيس بالنسبالي عشان اعود نفسي بقى على فترة بعد الجامعة يعني حلو دي كانت واحدة من الحاجات اللي انا جربتها طيب رجوعا للجزء الفني كده وهاخد من كلامك حيطة انت كنت بتقول ان انت خدت ورش تمثيل وهو ده اللي اهلك ان انت تبقى خلاص ممثل هل انت شايف ان ورش التمثيل دلوقتي بقت بديل عن المعاهد بقى المتخصصة زي معهد مثلا في فنون المصرحية المعاهد اللي بتحتاج سنين عشان تتخرج منها وتبقى مؤهل ان انت تمتهن الشغلانة دي ولا حسس ان دلوقتي الورش بقت الموضوع بقى اسهل يعني الورش مش بديل لان الورش هي ممكن تكون يعني عارف لما بتخش مثلا اول سنة في الجامعة بتاخد كورسات كده بتعرفك الدنيا عاملة ازاي الورشة دي زيها انت بتاخد ورشة بتفهم شوية الموضوع عامل ازاي بس طبعا لا يقرم بان انا اخش معهد او اخش جامعة تديني شهادة بقعد اربع خمس سنين بتحضر ان انا اصلا اقف قدام كاميرا الورشة بتبقى في قد ايه شهرين تلاتة يعني ما ينفعش القرن لا تتقرنش بالزبط لا طبعا طب انت خدت ورشتين خدت ورشة الاول مع واحد صاحبك لما شجعك وبين خدت ورشة لما خلاص انت ترشحت الدور معين هل ايه الفرق بين الورشتين او حاسس ان ده يعني زود عليك ايه هو انا اخدت ورشتين ده في الاول قبل ما ابدأ بس انا انا مكمل لحد دلوقتي انا في السنة مثلا باخدلي على الاقل تلاتة وبغير الورشة التمثيل عشان اشوف وبأكسبرينست اكتر في الطرق او افهم اكتر يعني منهم ورشة النقابة يعني النقابة نقابة المهنة التمثيلية عاملة ورشة عشان خطر تأهل الناس ان هم اللي عاوزين يمثلوا فالفروق ما بين الورش مش كبيرة بس هي زي مدارس تمثيل يعني فيه ناس بيدرسوا مدارسة الاول ورشة انا اخدتها هي تلقائية اوي يعني زي الممثل يبقى تلقائي بعدين اخدت ورشة اللي هي مع رامي الجندي هي يعني شوية في حرفية الممثل زي ابني شخصية زي يحضر للدور فيه ورش تانية اخدتها مختلفة تماما فيه ورش كلها كانت عبارة عن زي الواحد يستخدم جسمه في انه هو يعبر عن مشاعر ملايش علاقة بالكلام يعني بتاخد ورش كتير اوي ان انت تتحضر زي تبقى ممثل بداية ممثل حتى مش ممثل مش انا حدش بس يفتكر ان هم الثلاث شهور دول هاخدوا ورشة التمثيل وهطلع بقى هو في ده مكان لا ما هكده لا ما كانش حد غير الا طبعا لو هو يعني البيتشينو طيب هل كنت يعني حفيد طبعا النجم العظيم الراحل كماليش ان هو يخلى عليك مسئولية فنية تقيلة مش عارف هل هي مسئولية فنية ولا هل هي عبء لان هو المشكلة ان انا دايما ناس بتفتكر ان انا اسمي مرتبط باسم جدي وهو حقيقة لا انا شخص وهو شخص هو بنا كرير عدى فيه من ان هو ابتدى في الاول ونجح وفشل ونجح وفشل ونجح وفشل لحد ما يعني عمل نجاح وعمل اسم كبير فانا المفروض لي نفس الكرير اللي انا اخده ان انا ابقى بنجح وبفشل وبنجح وبفشل لحد ما اوصل ان انا ابقى الشخص المسئول عن شغلتي الناس ما بتشوفش كده الناس بتشوف هل هو قد جده وقتا ما خلص يقول لك دايما ابن الوزع اوام لازم تطلع اول ما اول مرة اول ما تنزل تعوم اه بالظبط كده لا انا لسه هنزل اضبش وبعدين اكتشف العوم عامل ازاي وارفع ايدي حد يشدني ولما هعوم تاني كوي فهي بس بتتشاف ان اولاد الممثلين او كده لا ده ما عندوش نفس الموهبة طب انتو قرنوا يمكن مسلا باول حاجة الشخص ده عملها فنقدر نقارن انما المقارنة بيه في اخره اخر عمله لا ما ظلمة طبعا مش حتى ظلمة دي كلمة ليلة طيب عمر انت بتعتبر نفسك لسه في مرحلة الانتشار ولا عديت المرحلة دي خلص انا بصي كرير بتاعي شوية ماشي بطريقة غريبة او غير متوقعة لان انا اشتغلت في عمالين في اول حاجة في حياتي انتشروا جامد جدا ودي كانت يعني حاجة من عند ربنا ما كانتش متوقعة الاب الروحي لما دخلته انا يعني اول يوم تصوير في الاب الروحي لحد اول يوم انا كنت فاكرة ان الموضوع ده اشتغالة انا مش متخيل فعلا ان انا همثل و هطلع على التلفزيون انا اكيد لا ولحد ما عدت مؤسس محمود حميدة وعدنا قدامه وقعد يقول لنا بقى انتو الشباب الجديدة وانتو الجيل الجديد انا حاسس ان فيه اشتغالة بتحصل يعني الموضوع ده اكيد مش صح لحد لما وقفت في اللوكيشن وشفت الدكورات وشفت الكاميرات ايه ده بجد؟ وبعدين الاب الروحي نجح جدا بعدين انتقلت من الاب الروحي كان دكتور بيتر ميمي ياخدني معاه في الاب الروح اه في كلابش الجزء الاول العمل برضو احنا كنا داخلين ومش فاهمين انه هيعمل النجاح ده فوصل انه هو بوم عمل نجاح جامد جدا فانا كان حظي ان انا مرحلة الانتشار جت يمكن سريعة ومع اسامي كمان تقيلة بزلط وجت سريعة انا ما كنتش متوقع كده يعني ممكن واحد يشتغل عشر سنين في اعمال بتتشاف بس مش للدرجة انها هتعمل له انتشار اه ده توفيق ربنا ان انا اشتغلت في الاعمال دي كده ويمكن كان فيها برضو عيب اعلى ان انا ما كنتش جاهز لحجم الانتشار ده اه فبس الحمد لله يعني قديني ماشي فيها وربنا يا سهل الحمد لله بما ان احنا بنتكلم بقى على اعمالك الفنية عايزين نعرف اكتر عن مشاركتك في المسلسل اللي بتعارض دلوقتي حلوة دنيا السكر مع هنا الزهد اه اه عايز اعرف حلقتك انت بتقول ان هو قصص مختلف هو المسلسل حلوة دنيا سكر هو تسع افتكر تسع تسع قصص اه كل قصة ببطل او ساعات بطلين اه او يمكن تلاتة فالقصة بتاعتي اسمها اولي الاحمد اه كتابة استاذ اياد صالح واخراج استاذ خالد الحلفاوي هم كلهم اخراجوا استاذ خالد الحلفاوي بس كتابة اياد صالح لان الكتاب مختلفين اه القصة انا معرفش بقية القصص بس القصة بتاعتي هي شخصية مختلفة عن الشخصيات اللي انا قدمتها قبل كده ومختلف عني جدا هو شخص مندفع جدا قوي جدا اه عنيف شوية فأنا ملعبتش شخص زي ده قبل كده وانا مش كده هم لذيذة بالنسبة لي يعني انبسطت بها قوي هم حاسس ان انت حاجة لك ان انت تختار شخصية عكس شخصيتك تماما هي ومن كتر ما كان انا كنت خايف منها فأنا وقتها انا في الفترة دي سمعت عن دكتور فريد النقراشي هو بيدرب تمثيل برضو فمن كتر ما انا كنت الان انا رحت مكلمه في التلفون قلت له انا محتاج مساعدة ضروري يعني انا مش عارف اعمل ايه فرح ايلي تعالي انا اشتغلت مخصوص على الدور ده مع مدرب تمثيل في كل مشهد يعني ما فيش مشهد ما تدربتش فيها على تمثيل فاهتمت بي قوي لان فعلا ده كان مختلف عني قوي يلا احنا نفضل مكملين لحد الساعة عشر هو يفضل منورنا ومشرفنا الفنان الشاب عمر الشناوي اللي عايز يبعط له اي حاجة يبعط له على الف وستة او على زيله خمستاشر خمسة تسعة خمستين الف وستة نطلع نسمع حمائي ونرجع نكمل معاكو تاني عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانة امام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجومة في ام ونجومة في ام تي في لسه مشرفنا ومنورنا عمر الشناوي وعايزين بقى نسأله دلوقتي عن اعمال رمضان 2021 ايه الاخبار بقى اه الاخبار هي الاختيار اتنين اه اه الاختيار اتنين مش عايزين نحرق اي حاجة اكيد بس برضو يعني ده انا كنت عاوز احرق انا فضل انا بخاول انا بس كناب لا بس احكينا كده الاسبار عاملة ازاي بصي الاسبار في المسلسل انا اشتغلت في كلبشي كنت ازابط شرطة برضو بس في الاختيار اتنين الموضوع مختلف تماما تماما كلها قصص حقيقية كلها قصص حصلت فعلا الموضوع اكيد الموضوع يعني تقيل اه قوي وبعدين انا بلعب اه زابط امن وطني اه حاجة اسمها قوات انقاذ رهائن اه دي عشان الناس لما تعرفش يعني دي فرقة ما تعادل التلت سبعات في الجيش اه او التلت ساعات يعني اه هما بيتعاملوا مع ارهاب دايركت مالهمش تعملوا مع الشعب هما داركت لي مع ارهاب فقصص تخد تخد بجد يعني حاجة الواحد ما يتخيلش ان الناس دي بتعمل كده الناس دي حياتها بتفنيها في انها بتحمينا بس فلا وخصص اللي بتسمعيها حاجة ممكن يعني تخليكي من جوة تتاهري على ان الشباب لسه طلعين حياتهم ولسه بيبتدوا حياتهم ويعدوا في الهما بيعدوا فيه وفي منهما بيعدوش يعني في منهما بيرجعوش وده دور ودي شغلته ان هو عارف ان هو هيعدي اما مش هيعدي بس هو يحمي يعني عنده جهة بيحميها وخلاص هما بيفنوا حياتهم في ان هما يحمينا بس كده طيب خلينا نعرف بقى منك يا عمر كده شوية حاجات منقرب بقى للناس اكتر عايزين نعرف منك كده لو في دور في السينما اول دراما المصرية اتعامل قبل كده وحسيت اللي هو انا كان نفسي اعمل الدور دي قوي دور بتحبه قلت انا كنت اعمله كويس قوي يعني هرد رد غريب شوية بس كلهم كلهم ايه كلهم اي دور في السينما معادي انا هاخدوا لا انا من كتر نفسي اجرب اصلا خلي بالك هي كل مرة انت بتستكشف نفسك في دور بتستكشف هل تقدر تعمله ولا لأ فكل دور فيه تشالنج ودي اللي عجبتني في التمثيل مختلفة شوية عن الهندسة ان انا بالنسبة لي بعد شوية الهندسة بقت مناطنس او يعني نمطية التمثيل مفيش دور زي التاني كل شخصية عندها ابعاد مختلفة عندها فكر مختلف عندها وجهة نظر هو بيحاول يعملها فمختلف كل مرة بيتجدد فانا كل دور بشوفه بقول ايه ده طب انا كنت اممكن اعمله زي هل كنت احرف اعمله بنفس الجودة اللي اتعملت قدامي ولا هعمله احسن ولا اقل بس ما فيش دور انت حبيته كده او فيلم انت بتحبه عمل درامي وقلت يا انا نفسي كنت اعمل الدور ده فلين فليني فكذا بص ادوار محمود عبدالعزيز استاذ محمود عبدالعزيز مش محمود عبدالعزيز كده حايف من الادوار كل ادواره بتعجيبني جدا لان هو ما عرفش بيعرف يتحكني بيعرف يعيطني من الممثلين ان انا كان نفسي قوي اشتغل معاه والكريير بات بتاعه من الكريير بات اللي انا احب انها تبقى ان انا بتاعي شبهها يعني محمود عبدالعزيز من الناس اللي انا بقدرهم جدا يعني طيب عمر اخبارك ايه مع السوشيال ميديا بقى اكتب كده على السوشيال ميديا والاكاونت بتاعتك وبتاعه بحاول خلي بالك انا جيل التمانينات واواء للتمانينات كمان فانا السوشيال ميديا دي جت عليها جديدة اوي جت وانا في اواخر سنين الجامعة فمش متأقلم معها اوي بحاول بس في مجال شغلك بقى بتحاول ان انت تبقى مهتم بيها الزيادة شايف ان ده هيكون جزء من نجاح الممثل هي بقت جزء من نجاح الممثل وبقت مهمة جدا بالنسبة للجمهور وبالنسبة للمنتجين وبالنسبة لحاجات كتيرة جدا وهو في ناس بتهتمي بها وناس ما بتعرفش او ما عندهمش ازاي يعملوها يعني انا قبل ما اخش مجال التمسيل انا الانستجرام اكاونت بتاعي كان فيه صورة واحدة مش لية مش انا شخصيا كنت مصور بلاعة في بلا برا عجبتني او بلعة فانا الانستجرام اكان بتاعي يعني فانا يعني ده بوادي عن السوشال ميديا فلما دخلت بجد التمسيل في الاول ما كنتش عارف احط ايه على الانستجرام وبتكسف ان انا اصور نفسي سالفي وحطها على صحابي هتريوا علي ايه وزا ايه وزا ايه وزا ايه وزا ايه وزا ايه وزا كيف نفسك حليوة وتتصور فكل صورة بحطها بقى بحطت في دماغي من ورا كده انا صحابي هيقولوا ايه على صورة طب بمناسبة موضوع شايف نفسك حليوة لا لا دايما منشوف كومنس عليك على السوشيال ميديا بقى ده الحليوة بقى حفيد الدونجوان الكبير بقى اه لا ارحمه بيجي لك كومنس غريبة على السوشيال ميديا اه تقولينا حاجة منهم يا ريتم طقطوك اه 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 يعني في حاجة اصلا كلنا بيخطروا على بالي الحاجات اللي علاقت يعني ما ينفعش تتقل اه لا خلاص ما ينفعش خالص تتقل اه في حاجات يعني مثلا اه لو ما كنتش متجوز ما كنتش سيبتك في حاجات اللي هي دي مطاردات اه دي دي عادية اه في حاجات بقى بتبقى يعني سيادة عنيفة اه عنيفة بتتعاملوا ازاي مع الحاجات دي؟ عادة ما بتعملش ما بتردش خالص اه بتعمل بلاك او حاجة ولا برضو بتسيب الناس ما هي كده كده ما بتعديش فخلاص يعني فهي بتوقف عند كده يعني ماشي بس ما فيش حاجة بتأثر فيك بقى بتضايقك تحس اللي هو فيه طبعا فيه صحبا ده فيه مبلاوة يعني فيه ساعات يعني هو المشكلة بس في الموضوع ده ان الواحد لما بيقرأ كومنتش كتيرة حلوة بيتعود عليها غصبا عنه ان دي حلوة مم وبعدين تلاقي في النص فيه كومنت غريب فده الوحيد اللي بيقصر صح بتنسي بقى كل الحلو اللي تقال وبييجي كومنت واحد هو ده اللي بيقلب اليوم مم فوساعات ما بيبقاش منطقي فيه منهم بيبقوا فعلا عندهم حق في اللي هم بيقلوه وباخدوا في الاعتبار بجد لاني بقى حاسس ان ده انا ناقصني ده فعلا انا محتاجة اعمل ده بس فيه حاجات بتبقى حسو نقد بناء حاجات فيدك انما فيه حاجات هي بتهدمه خلالها لا هو هو بيشتمني مثلا طب ليه انا عملت ايه فيه ما لمجرد الشتيمة خلاصة اه مسلا تيت فالهو شكرا اه يعني انا عملت لك لكن لو حد انطقت دورك مسلا في مسلسل معين عشان كانت من المفروض تعمل حاجة ممكن ده تاخده في الاعتبار وتبتدي تشتغل عليه اه طبعا ده لازم اه وفعلا بمبسط لما حد بيقول لي حاجة انا اه محتاج ان انا اعملها يعني ايه بمبسط مسلا لما فيه مرة حد قال لي انا مسلا اه ما صوتك ما بسمعوش صوتك واطي اه اه مخارج الفاظك مش مزبوطة اه ما هو شافها يبقى اكيد فيه مشكلة روحت اخدت كورسي فوكليز اه من كومنت من كومنت واحد اه اقلت هحاول اطور من لو فيها مشكلة هحاول احسنها اه مثلا ما انا قلت ليش الاحساس مزبوط ما عملتش مش عارف كزا اه في مثلا مرة حد قال لي انت على طول مبتسم هي الدور اللي انا كنت بعمله كان في في ليه لا الدور كان هو واحد بيعشق واحدة حتى الظروف كانت لا تسمح ان هو يا عشاق هي اكبر منه في السن وابوه مش موافق ومامته مش موافقة بس هو عاشق انا كان بالنسبة لي حتة الابتسامة كانت حقيقية انا كنت واحد بحب واحدة فاللي بيحب ده سعيد لما بيشوفها قدامه فدي كانت جاية من كده هو كان عنده حق في البوينت ان انا على طول مبتسم بس انا كانت مبررة بالنسبة لي فلما حد يقول لي بوينت زي دي انا ما بديقش منها لان هي هو فصارها يمكن مش زي ما انا فصرتها اه اه وبتستفيد منها اقول لي مرة جاية زادت مني احاول اقللها بس انا بتعمل يمكن في التمثيل التلقائيا جدا اللي بحسه بيطلع على يعني بطلعه على طول واعتقد بعندك الخبرة دلوقتي تعرف تفرق بين الكومنس بواحد فعلا مشاهد بيفهم وبينقض نقد بناء ونقد هاد دايم تقول ان داخلي يشتم وخلاص انا في واحد دا اول ما بدأت بعد الاب الروحي فاكر كويس اوي لقيته بعيتلي اشتيمة عنيفة مش اشتيمة عادية اه فرديت عليه قلت له ليه فرح اقول لي انا مكنتش فاكين انت هترد علي انا بحبك جدا يا فنان انا كذا كذا اعمل كذا عشان ترد بييفت نظرك بس بس غريبة يعني شتيمة مهينة انت بتهني وما عملت لكش حاجة عشان تهني فغريبة شوية مش عجبك ما تتفرجش ما تتبعنيش يعني لو مش عجبك خلاص يعني مش لازم تخش تشتم يعني حتى لو لو مسلا هو انا مش عجبه مش لازم يشتم يعني انا ممكن ما عجبكش فتقرر زي ما انت قلت ما تتفرجش علي او لو انا بظهر لك اه قول لي مسلا انا بتدقى منك في الحاجات الفلانية انا مش مش حبك ساعد هاخد الكومن دا في الاعتباره هشتغل عليه بذات بس ما تشتمنيش اه عمر ايه اللي خليك ترفض عمل الاجر الكاست اللي موجود القصة الورق ايه بقى حتة الاجر دي مش حاجة انا بفكر فيها قوي يعني بذات في اختيار الدور يعني هي الاجر بيجي بعد يمكن لما كون انا وفقت على الدور فالاجر مش مش هي البوينت اه القصة بتفرق معي جدا جدا لان الورق هو الحاجة الوحيدة اللي الواحد بيتعمل كممثل معها في الاول هي الورق ما ببقاش شوفت لسه الاند رزالت فانا الورق لو قريته مرتاح لان مثلا بيجي لي مثلا ستة حلقات فبعض اقراهم لو عدوا علي بسرعة وقريتهم بسرعة ولقيت نفسي عاوز اعرف الحلقة اللي بعديها واللي بعديها بحس ان العمل ده يشدك اه شددني فدي اول حاجة فالورق ككل وبعد كده ببتدي اشوف الشخصية بتاعتي مقارنة بالشخصيات التانية اللي في المسلسل اه قصتها ايه هل قصتها مؤثرة مش مؤثرة هل بيغير في احداث العمل ولا لا لو شلته من العمل هل العمل هيتغير ولا مش هيتغير اه دي الحاجات الكريتيريا اللي انا ببص عليها في الاول بعد كده ببص مين المخرج مين شركة الانتاج المواثلين الكاست التاني اللي معايا بتيجي حاجة ورا حاجة طيب ايه اكتر كومنت جالك من جوه الوسط الفني وبسط بيه اه انا في الاول كنت معتبر نفسي انا مبعرفش مثل لحد الوقت انا معتبر نفسي مبعرفش مثل فا انا احسس ان التمثيل ده it's a learning curve process كده هنعدي فيها لحد ما نوصل ان باب نحاول ان احنا نعمل عمل مظبوط يعني فاااااااااااااااا اااااا مينة الفني انا بحترم فكرهم وبحترم ااااا شغلهم ويجي اقولي انا عجبني ال دور الفلاني وبحب عجبتني وانت موصل شاطر دي كانت كلمة فرقت معايه جدا اهاااااااا generator انا باحترم رأيه فرقت جدا معايه عمر ايه الحاجة اللي نفسك تلاقي لها وقت وتتعلمها. حاجة نفسك طول عمرك تتعلمها بس ما جاتش الفرصة. بتتغير كل شوية. كان في فترة كان نفسي تعلم علعب مزيكة. لحد الوقت يسا ما عرفتش عملها يمكن انا عشان ما عنديش الودن الموسيقية يعني كل ما حاول الاقي نفسي هفشل. بس دي من الحاجات اللي نفسي تعلمها علعب مزيكة. مزيكة. طيب في ممثل كده حبيت الشغل معي. انت وقفت قدام ممثلين كتير. قلت ده نفسي اشتغل معا تاني. مفيش حد ما حبيتش ان انا اشتغل معا تاني. يعني ما حصلش معا الموقف ان اشتغل مع ممثل ما حبش ان اشتغل معا تاني. بس فيش اشخاص اه يعني تصاحبنا على بعض. يعني امير قرارة من الناس اللي انا بستمت اعمل قاعدة معاهم. حتى مش مش كشغل. لما بقعد معاها هو بني ادم بيخليك سعيد وانت قاعد معا. طاقته اجابية. طيب عمر لو ما كنتش بتشتغل في مجال التمثيل ولا في الهندسة كنت هتبقى بتعمل ايه? بوسي انا طول عمري كان نفسي عيش حياة اللي هي على البحر باشتغل في حاجة صغيرة مش حاجة كبيرة وحياتي بسيطة بس ظروف العيشة اللي احنا فيها بالعيال بالمدارس بالقصة ما بتسمحش بداه فانا كان نفسي يكون ده بس مش عارف طب تقول لنا حاجة محدش يعرفها عنك خالص حاجة محدش يعرفها عني خالص مش عارف انا سلس يعني بحب بحكي للناس على كل حاجة لا ما وضع واضح بي احنا عارفنا عايزين حاجة ما نعرفهاش صعب قوي دي لا ورش التمثيل دي كلها اكيد اكتشفت هقولك على حاجة مسلا الناس ما تعرفهاش انا بحب اكل الحاجات النية الحاجات النية اه يعني انا معرفش انا ممكن اكون شوية فانا باكل اللحمة شبه نية وبيغريني جدا الحاجات النية ما اعرفش دي انت تعيش على البحر فقال انا دي بحكي لك حاجة محدش يعرفها قوي طيب اكتر ممثل او ممثلة تحب ان انت تطلع قدامها يعني يبقى دور البطولة معاها ممثلة اه لا في كتير اه هقولهم لك اه نيلي كريم مونزاكي اه هند صبري اه طبعا الجيل القديم بقى كان نفسي فاتر حمامة اكيد كنت احبب امثل قدامها اه طبعا مع حفظ الاقاب يعني مش لا اكيد اكيد احنا متفقين على الموضوع عندك سؤال تاني جوجل لا احنا للأسف وقتنا خلص خلوك سريعا انا ده حقي للأسف بس ان شاء الله اتنورنا وتشرفنا تاني ان شاء الله ان شاء الله متلقاش اخر مرة كان معنا النهاردة مننورنا ومشرفنا الفنان الشاب الجميل عمر الشناوي بسطنا معاكم جدا النهاردة ونتمنى ان انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا معنا نورتنا يا عمر وان شاء الله تجلنا تاني كده معلش نصحيك بدري تاني نورتنا وانتوا كمان نورتونا وهنشوفكم ان شاء الله يوم الحد الجاي بحلقة جديدة من عيش صباحك مع يوسف التهيمي وفرنا امام صباحكم زي الفن